عقد حزب ميثاق فرع العقبة لقاء حواريا في محافظات العقبة بحضور شخصيات سياسية وحزبية ونقابية إضافة لأبناء المجتمع المحلي من أعضائه ومنتسبيه بدوره شدد النائب عبيد ياسين أهمية مشاركة الشباب والنساء وكافة أطياف المجتمع بالانتساب والمشاركة في الحياة السياسية وأهميتها في صنع القرار ودعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني والأردن خاصة في الشأن الفلسطيني وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بشع بحق الأطفال والنساء في غزة إلى ذلك دعت الدكتورة روان لحياري مساعد الأمين العام لشؤون الحزب الثقافية والسياسية إلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تمكين المرأة في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية التمحور حول قانون الانتخاب ومشاركة الشباب بالعمل الحزبي وأيضا بتعزيز دور الشباب والمرأة بالانخراط بالأحزاب وأن يكون هناك مساهمة بصناعة القرار المستقبلا من خلال الأحزاب والمشاركة بالحكومات المستقبلية حتى تكون هناك حكومات حزبية تقوم على برامج فاعلة يتم المحاسبة عليها شعبيا في المستقبل نحن نتحدث عن فكر أرساه جلالة الملك منذ الأوراق النقاشية قبل أكثر من عقد من الزمان وصولا إلى نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومن ثم الآن إلى الممارسة الحزبية وبعدها أيضا حتى يكون المواطن قادرا على الحكم على هذه الأحزاب من خلال تطبيقها لبرامجها والتزامها بوطع برامج قابلة للتطبيق والقياس وأيضا تحمل أهم المواطن الأردني وتسطر لغد أفضل